دق رئيس الحكومة جرس الإنذار الأزمة ليست اقتصادية فحسب بل سياسية وقد تكون عسكرية أيضا على خلفية التدهور المتسارع لسعر الريال أمام الدولار والذي تجاوز عتبة الخمسمائة ريال أطلق رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر ما اعتبره المراقبون النداء الأخير للحفاظ على موصفه بالمصالح المشتركة بين الحلفاء أولها وفي أساسها إنقاذ الريال اليمني من الانهيار التام الآن وليس غدا رئيس الوزراء قالها دون مواربة إن الأصوات الخافتة التي تطالب اليوم بوقف إطلاق النار والاعتراف بالأمر الواقع سوف تعلو غدا وسيسمعها العالم وستشكل ضغوطا قوية على موقف الشرعية وعلى التحالف وسيتغير الموقف الدولي من الأزمة في اليمن وعلينا أن نتحمل ما سيحدث بعدها بن دغر راهن بمستقبل حكومته وبالبنك المركزي اليمني أيضا إن كان ذلك سيرضي من وصفهم الأشقاء واعتبر في رسالة مواجهة للرئيس هادي أن الشعب اليمني أبقى وأن إنقاذ اقتصاد ينهار أو لا رسالة كاشفة عن حقيقة العلاقة المتوترة والأجندات المتضاربة للتحالف في هذا البلد الرئاسة اليمنية سارعت إلى تطمين اليمنيين بأنها لن تدخر جهدا لمواجهة الوضع الاقتصادي وثقا لما جاء في تغريدة لمدير مكتب الرئيس عبدالله العليمي الذي بشر اليمنين بانفراج قريب ليس أمام الرئيس هادي سوى ولي العهد السعودي الذي سبق وأن وعد بتقديم وديعة بقيمة ملياري دولار لم ترى النور حتى الآن فقد دع الرئيس هادي ولي العهد السعودي خلال اتصال هاتفين أجراه معه للوقوف إلى جانب اليمن لتجاوز تحدياته والانتصار لخياراته والخروج به إلى بر الأمن الأوساط الرسمية اليمنية تتداول أنباء بشأن وديعتين إحداهما السعودية والأخرى إماراتية ستوضعان تحت تصرف البنك المركزي اليمني وأن مساعدات عجلة من المشتقات النفطية سوف تقدم من السعودية والإمارات والكويت إجراءات إن صحت فسوف توقف تدهور الريال مؤقتا لكن ما يحتاجه اليمن وسلطته الشرعية وفقا للمراقبين هو أكثر من ذلك والأهم منه أن يبدأ التحالف حسن نية انتجاه هذه السلطة ويتوقف عن مصادرة صلاحياتها وتجميد مواردها وتعمد إفشالها كما يحدث اليوم اشتركوا في القناة